أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلي يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحيق بهم ما كانوا به يستهزرون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء أبعد ضراء أمسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولاك إك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك غضاء إقم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيل أمعه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتري قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسي ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون أشهادها أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أوليا نضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين أصم والبصير والسميع أصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملو الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاء إن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الله الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شيء أوما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم مصحين إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتري قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بري أم مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مؤرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جي أأمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلع ماء أكوى يا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوث على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال قال رب إني أعوذ بك أن أس ألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحم لي أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم مودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إذ أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء أعليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بري أم مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جي أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباء هنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إِنْ كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْفُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُمْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرُ وَيَا قَوْمِ هَذِي نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا تَعْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوْهَا بِسُوْءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبًا فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْلُوبًا فَلَمَّا جِي أَأَمُرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِي يَوْمِهِذْ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جئ أتُرسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَلَامًا قَالَ سِلْنَا فَمَا لَبِسَ أَنْجِي أَبْعِجِلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رِئِي أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا عَجُوْزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبًا قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْرَّوْعُ وَجِيْءٍ أَتْهُ الْبُشْرِيُ جَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَيْءٍ أَأَمُرْ رَبِّكِ وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودًا وَلَمَّا جِيءٍ أَتُرُسُلُنَا لُوطَ أَبِهِمْ وَضِيقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبًا وَجَيْبًا وَجَيْبًا أَهُو قَوْمُهُ يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَا أُولَى إِبَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جئ أأمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مربود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيدا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخشوا الناس أشياء أهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباءنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموا وراء أكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جئ أأمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسي بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرين قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جيء أمر ربك وما زيدوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خيف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات السماوات والأرض عطاء أم غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء أهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من كوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذير ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء أثم لا توصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السييات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القريب ظلم وأهل ما مصلحون ولو شيء أربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجيء أكفي هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجعون أمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما يعملون ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذئبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجئوا أباهم عشاء أن يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجئوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجئ السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشاروه بثمن بخص دراهم بعدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مسويه أكرمي مسويه عسيه أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرئي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السور أو الفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء أمن أراد بأهلك سوء أن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رئي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فطيها عن نفسه تراود فطيها عن نفسه تراود فطيها عن نفسه قشغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ولرب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأون آيات ليسجننه حتى حين إنه ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريلي أعصر خمرا وقال الآخر إني أريلي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاوينه إنا نريك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسمى أن سميتمها أنتم وآباء أكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه ما ذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان فأنسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه تعصرون وقال الملك ادوني به فلما جئ أهو الرسول قال ارجع إلى ربك فسألهمى بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز ثم صارغوا عزيز قالت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز وأن الله لا يهدي كيد الخائنين